والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم نسهل إلا ما جعلته سهل فأنت إذا شئت أن تجعل الحجل سهل اللهم ألين الحق حقاً وتقوم اتباعه ألين الباطل أباطل أوروزك نجنابه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وكينا بفضلك عن من سواء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحت لي لولا أن هدانا الله أيها الحضور الكرام قبل كل شيء السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله وقاتكم ووفقنا الله وإياكم لما يحبه الله ويرضاه يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وقوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث كما تسمعون يا معشر الشباب من استضاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له إجاء ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه فقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لماله ولجماله ولحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين يتربت يدك أيها الحضور الكرام باختصار لنسمع جميعاً إلى صيغة العقل بارك الله بك بسم الله والصف السلام عليكم رسول الله اخي جيتك طالب في تزويج موكلتك سمية حني سمية حني سمية إلّا خنت العيد إلى موكلي عادل الرويسي على كتاب الله وسنة رسوله URندان إذاك بالشغل مقبول إن شاء الله جيتك الطالب في تزويج موكلتك سمية حني من تلعيد الى موكلي عادل رويس بن رمضان على كتاب الله وسنة رسوله مقبول ان شاء الله هي جيتك طالب تزويج موكلتك سمية حني من تلعيد الى موكلي عادل رويس بن رمضان على كتاب الله وسنة رسوله مقبول بسم الله سلاة والسلام على رسول الله اشهد علي oversight أنا ازوج من موكلتي سمية حمي بن تلعيد لرويسي عادل بن رمضان على سنة الله ورسوله والصداق المتفق عليه وناء على ذلك من الشاهدين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونولاه أيها الحضور الكرام كما سمعتم قبل حين لأننا زوجنا أمة الله تمية بتلعيد حمي حلاء عاد في الرمضان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما اتفق عليه فيما يخص العقل أو الشرط فليتزوجها باليمني والإيمان والسلامة والإسلام والله بارك لهما والبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم اصد على محمد وعلى محمد وعلى أهل إبراهيم العالمين إنك عبيد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يزفون وسلاو على المرطلين والحمد لله رب العالمين بالبركة 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 البركة ايوه البركة ايوه